شأن الأمنية الآن تمكنت فرقة الإقليمية لدركة الوطنية بيرمش بولاية تلمسان من استجراع 488 جرام من الذهب المسروق من قبل جماعة كانت ملثمة قامت بالسطو على منزل أحد السيدات مستعملين التهديد بالأسلحة البيضاء وبعد اتصال الضحية برقم الأخضر 10.50 وضعت ذات المصالح خطة محكمة أصفرت عن استرجاع الذهب المسروق وتوقيف أربعة أشخاص وحجز المركبة التغطية كانت لأمين مسعودي تمكنت الفرقة الإقليمية لدركة الوطن بيرمش من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في سرقة والسطو على المنازل متكوينة من أربع أشخاص تتروح عمارهم ما بين 20 و39 سنة إثر شكوى قدمتها الضحية بعد اتصالها بالرقم الأخضر 10.55 بعد تعرضها للسطو على منزلها وسرقة وجوهراتها من طرف مجهولين استهدفوا كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر بعد تنشيط عنصر الاستعلامات وفي ضرف الموجيز تم تحديد هوية الفعيل ووضع خطة محكمة للإطاحة بالشبكة الإجرامية مع حدث مركبة مستعملة في الجريمة واسترجاع كامل المسروقات المتمتلة في كمية المجوهرات على إثر ذلك تم الاتصال بسيد الوكيل الجمهوري مختص إقليميا فكانت تعليماته بفتح تحقيق في القادية وتقديم الأطراف فور الانتهاء من ذلك